المعتقلون الستة والذين تم نقلهم من سجن جوانتانمو الآن أصبحت أوروغواي مكان إقامتهم فهناك في العاصمة منتبديا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة سيتم إعطاؤهم صفة اللجوء وسيكون بإمكانهم الحياة بحرية موقف إنساني جاء من الأوروغواي ورئيسها خسيم خيكا وذلك لعدم قدراتهم على العودة لبلادهم بسبب الملاحقة والوضع الأمني وبهذه الدفعة يكون هؤلاء ممن سيتم نقلهم من السجن ليصل عدد من تم نقلهم من سجن جوانتانمو إلى تسعة حتى الآن في إطار هذا العام ويرى مواطنون أنه ليست هناك مشكلة من تواجدهم في أوروغواي كما يشرح هذا المواطن قوله إن الأمن يتحقق بين المواطنين وأن هؤلاء اللاجئين لن يكون هناك خطر منهم وتماما مثل هؤلاء المعتقلين لن توجه لهم أي تهم وخاصة وأنه لا يزال هناك عشرات آخرين قيد الاعتقال في جوانتانمو خطوة تأتي في إطار جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لغلق المعتقل وخاصة بعد مواجهة العديد من العقبات من الكونجرس ومواجهة السياسات الأمريكية لمحاربة القاعدة وتداعيتها بعد اعتقال العديد من الأمريكيين الرهائن على أيديهم ترجمة نانسي قنقر